السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بالخيرات والمسرات من أطهر البقاع مكة المكرمة وحييكم أنا علي موسى هوساوي مبتكر نموذج السيطرة على تراكم المعلومات البحثية ونموذج ترويض الأفكار البحثية وأقول لمنصة إيفاد وإعضائها الفوز فضل والتفوق أفضل والعلم إن صاحب التخلق أجمل ليس الغرض فقط الوصول إلى القمة ولكن التحدي الأصعب المحافظة على القمة التي وصلنا إليها وهذا ما فعلته منصة الباحثين أريد من خلال الثمانة السنوات الماضية من خلال العطاء المتجدد والأفكار النيرة التي أشار إليها الدكتور السويدي عندما تحدث عن المشاريع الدكتور سيف وأنا أقول حقيقة أن منصة أريد هي منصة للجميع وأكبر دليل أنا أقدم لهم شكر وعرفان وتقدير عندما أرسلت الكتاب للدكتور هندي خلال ثلاثة أيام أتاني الرد بقبول الهدية ونشرها بين الباحثين وهذا يدل على كما أشار الدكتور سيف السويدي أن العلم للجميع ولا يحتكرون العلم فلذلك أكرر لهم شكري وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الجميع إثابة الصالحين والصالحات وختاما أقول ألا ألف شكر وليس بواف ولكن ربي سيجذي غدا فحمدا لربي فنعماه تترا فخروا جميعا له سجدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته